لم يعد من المستغرب أن نرى امرأة عاملة سواء في الوظيفة أو في المعمل ولكن الغريب كيف تستطيع المرأة أن توفق بين واجباتها في العمل وواجباتها تجاه زوجها وأطفالها طبعاً هي هواية معاناة أكيد وتصير مثل ما نقول غصباً ما علينا يعني لازم نوافق بين هنا وهنا تعرف الدوام من الصباح يبدي يعني الطريق والزحامات لازم واحد يقعد من واكد نرجع لازم عندنا غداء لون نسوي قبل بيوم لون نسوي بساعيته فتعرف رح يصير لوت تعب وهي ماشي حالنا الحمد لله أنا بالنسبة لي زوجها موظف ويايا يعني المفروض سيصير مساعدة بين الطرفين لأن هي ما أعتقد بيها فدعيب أو فدشي يعني إذا زوجتها عزوجتها بس عندها كمجتمع شرقي عندنا رجال أنا رجال يعني راحنا بلشنا نفكر هيته وما بدأنا هيته فأكيد ما راح تقدر تتوفق هنا راح يصير عليها ضغط نفسي واليوم المرأة ما عليها ضغط كل شهوية بس على الرجل يجي ويقول أوكي أنا أشتغل يتقبل الشي القليل الذي قاعدت الطي زوجتها وهو يحاول يبدر شوية فالصور راح يتكلكل توافقون بالعكس راح يكون حياتهم أحسن حتى من نطلم الرجال يعني أكون رجال يعني يكونوا متعاونين والأغلبية لا يمارس ذكوريته ويمارس الشرقيته أنه هو يجي حالة حالها هو موظف وحالة حالها يجي يقعد ينتظر للصينية لحد ما تجي له الميز المرتب والكذا المطلوب المطلوب المفروض يعني هذا موضوع طويل وشائك يعني لازم نسوي نسوي اجتماعات ونسوي كذا ونسوي هذا حتى يكون الرجل بمستوى الحياة الهسة يعني متطلباتها على الرغم من أن الرجل والمرأة متساويان في الإرهاق الجسدي في العمل إلا أن هذا التعب يتوقف لدى الرجل عند دخوله المنزل ويستمر بالنسبة للمرأة أمر يتطلب مراعاة ظروف المرأة العاملة من قبل الزوج عن طريق المساعدة ومشاركة المسؤولية أكيد أنه أمور أدوار تقوم بها المرأة وكأدوار يقوم بها الرجل بالذلك يتطلب أن يكون تكامل بين هذه الأدوار لكي يعيشون عيش سعيدة يربون عائلتهم بشكل جيد ومستقير لذلك يتطلب أن يكون مبدأ التعاون صراحة إحنا هنا كعراقيين إذا قصرنا في أي ناحية المرأة إذا قصرت في أي ناحية وإي اتجاه رح تكون ملامة الحمد لله يعني أكو بعض النساء هنا يعني شوان مقسمات وقتهم على هاي الأشياء يعني يكون أكو وقت للدائرة أو الوظيفة مالتها من تدخل للدائرة رح يكون وطبعا أنا منعدهم من تدخل للدائرة لازم يكون أكو فصل أو للجانب الوظيفة لازم يكون أكو فصل بين الجانب العائلي ها أهم شيء سوي المرأة العاملة لازم تفصل بين الجانب العائلي والجانب الوظيفة